أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم أول نقطة قبل ما ندخل على توقعات لازم أنوه لموضوع قراءة منتصف شعبان نبهت عنها أنا وحكيت عنها أنا ووهت عليها قبل أيام طبعا منتصف شعبان بيجي مع اكتمال القمر اكتمال القمر رح يكون يوم الأحد 28 ثلاث ولكن رح يكون الاكتمال هاد الساعة 6.47 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني بمعنى آخر بتوقيت الأردن الساعة 48.47 دقيقة بتوقيت الأردن فعشان هيك بيكون بعد العشاء أو بعد صلاة العشاء فهونا بتصير أنه اليوم اللي وراه اللي هو يوم الاثمين بيكون هو منتصف شعبان الآن إحنا عشان ما ندخل بالشك والشبهات وأنه نضيع علينا يوم فمنقرأ يوم الأحد بعد صلاة المغرب ومنقرأ يوم الاثنين بعد صلاة المغرب اللي هي دعاء موجود هايو في آخر الحلقة بطلع بالقوائم موجود في القناة الثانية اسمها قناة سعيد منع سعيد منع عادي برضو الرابط موجود في صندوق الوصف أكيد الكل بعرفه إذا حدا مش عارفه أي حدا من المتابعين اللي موجودين على القناة ممكن يشير اللينك تبعها أنه عساس الكل يعرف القناة هاي طبعا هي القراءة أنا شارحها في صندوق وصفها أول إشي هي بتنوي نية معينة ثلاث قراءات هاي يعني ثلاث مرات كل نية تختلف عن الثانية بده يكون عندك ثلاث أشياء مهمة بدك تنوي عليها فبتنوي نية الأولى بتقرأ سورة ياسين على هاي النية لأنه سورة ياسين تقرأ لما قرئت له ماشي فأنت بتقرأ سورة ياسين على هذي النية وبعدها بتقرأ الدعاء على النية نفسها بعدها بترجع من أول وجديد تقرأ سورة ياسين على النية الثانية بعدها بترجع من أول وجديد تقرأ عن نية الثالثة والدعاء عن نية الثالثة الآن أنا حطت لكم الدعاء لحل وطريقة قراءته وكتب لكم إياه وفي نفس اللحظة أنا عملت فيديو وهذا على أساس أني أحكي لكم لفايدة ثانية التسجيل أنا عملت سورة ياسين والدعاء ياسين والدعاء ياسين والدعاء ثلاث مرات مدة الفيديو هذا أو الحلقة هاي مدتها ساعة أنا بفضل بعد القراءة اللي هي بتيجي يوم الأحد تقرأوها ويوم الاثنين بتقرأوها ابتداء من يوم الثلاثة بتبلشوا بمعهد صلاة المغرب أو عند غروب الشمس بتشغلوا هالتسجيل هذا يشتغل ساعة فأنتوا بتكسبوا أجر أنه لو صادف في أي يوم من هذه الأيام كان مستجاب الدعاء كأنك أنت دعيت في هذا الأمر واستجلبت رزق عظيم لأن الدعاء واضح أنه هو برضو واضح بالتغيير للإشي الإيجابي أو طلب التغيير للإشي الإيجابي فلما تكرروا أنت على مدار هذه الأيام اللي هي معروفة للأسبوعين هذولا بعظمتهم للأمور التواصل مع الله عز وجل وللخير العظيم اللي موجود فيه طبعا ما رح يسع أني أحكي بحلقة وحلقتين وثلاثة عن فضاء الشهر شعبان ولكن أنه بكون خير عظيم للجميع هاي نصيحتي وهاي هديتي لإلكم اللي حب يعمل فيها يعمل فيها اللي مش حاب يعمل فيها ما يعمل فيها ولكن أنا حبيت أني أنا أفيدكم بمعلومة ودعاء منتصف شعبان ما حدا بعرفه صحيح إحنا متوارثينو يعني أنا متوارث من 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 إلى صاحب الأمر فعشان هيك أنا أعطيتكم الصحيح ونطقه الصحيح وتشكيله الصحيح ووقت قراءته الصحيح الآن عليكم أنتوا تستفيدوا منه أو بإيدك ما تستفيد منه فأنتوا حرين خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم التوقعات هي لا برج السبت لا يوم السبت 27 أذر القمر موجود الآن بالعذراء اليوم في خلوم مسار تقريبا في ساعات المساء القمر موجود في منزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة ثمانية وسبعة عشر دقيقة صباحا اللي هو من صباح يوم السبت 27 ثلاث لا ينتقل بعديها لمنزلة السمات الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر بما أنه موجود بالعذراء فحكينا أنه بالفترة هاي منعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك وردة أو شاردة دون تفحصها نجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام بنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب موفيد والبدء بوظيفه أو عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا أول زاوية زاوية تربيع سلبية ما رح تكون بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و16 دقيقة صباحا هذا الاتصال بخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد واللي بكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الهضب بالفترة هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و36 دقيقة صباحا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية وهاي رح تكون بين القمر وبين نبتون ورح تكون في تمام ساعة 3 و5 دقائق عصرا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة معنى 11 و47 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة يعني الساعة 11 و47 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ببدأ خلو المسار وخلو المسار رح يستمر حتى اليوم التالي أي ليوم الأحد لغاية الساعة 6 و22 دقيقة صباحا هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بالنسبة للقمر بما أنه اليوم انحسار المكتمل عمر القمر 14 يوم في تمام الساعة 2 و31 دقيقة عصرا بيصبح 15 يوم نسبة الإضاءة 95% يعني ضايا اليوم اللي هو يوم الأحد ويكتمل 100% اللي هو البدر الكامل اللي احنا منسميه أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيدة بنسبة 70% القمر في العذراء حتى يوم 28 ثلاثة سعيد بنسبة 50% عطارد في الحوت حتى يوم 4 أربعة منتحس بنسبة 50% أما الزهرة في الحمل حتى يوم 14 أربعة سعيدة بنسبة 30% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% أما زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانس في الثور حتى يوم 28 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نضموا عملكم بشكل جيد لا تهملوا الواجبات حذروا من التبذير ممكن تعالجوا مسائل مالية وممكن تجد حلول لبعض الأمور اللي لها علاقة بالفواتير المتوجبة عليك ولكن في قسم من موليد برج الحمل رح يهتموا ببعض المسائل الطبية أو الاستشفائية أو العلاجية برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الأمور والأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صححوا أو صحح الانطباعات عنك اثبت للمشاككين طاقتك ما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز حاول أنك تثابر الفترة هاي فيها حضوظ قوية جداً وعلى المستوى العاطفي عالي جداً ورغبة للتقرب من الأحبة قوية يعني الحظ بدعمك وهي تعتبر من الفترات المميزة برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شيء أنك تهدئ من روعك ما تعصب توقف عن التفكير لو قليل بالفترة هاي ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة لا تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام ما تناقش بجفاء حاول أنك تناقش بليونة تامة طبعاً بما أنه الوضع له علاقة بالبيت الرابع يعني بالبيت فالاهتمامات أغلبها رح تكون عائلية أو الاهتمام ببعض المسائل العائلية أو البيتية برج السرطان ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن يتعززه العلاقة مع أخ أو مع جار بتكثر عندكم التنقلات والحركة والتواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أو حتى أنه لا أمور الامتحانات فهي جيدة أو لا أمور السيارات والاتصالات أهم يشنك ما تكثر المطالب بتجنب اعتماد أسلوب فضل بالكلام ابتعد عن التحديات قدر الإمكان ممكن يكون لك معنين نوع من أنواع التعامل الجيد مع بعض المعارف برج الأسد ثم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم يشنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وكون عاقل في مصاريفك ومتيقظ قبل التوقيع على أي عقد أو على أي ورق يعني بدك تكون دقيق حاول أنك تستشير أهل الإختصاص في هذا الموضوع وحاول اليوم برضو أنك تحدد أهدافك بشكل جيد عشان يعرف كيف تستغل الفرص برج العذراء ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم الوضع مميز أكثر الطاقة عالي جدا بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن اليوم تحسم أمورك وتقرر على شيء جديد ممكن تفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما الفترة هاي ممكن أنت تلفت النظر أو نظر الآخرين خصوصا بأفكارك الخلاقة وسرعة بديتك ممكن تنهي مفاوضات لمصلحتك الأجواء جيدة ودعمة إلك بقوة أهم إش إنك أنت تستغلها لأنه شخصيتك مميزة برج الميزان طبعا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من حمل متراكم هاي الفترة بتعيش في دوامي من الكآب أو الإحباط هاي فترة إرهاق وتقاعص ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحث عن الهدوء والسكينة الفترة هاي ضاغطة لغاية يوم غد القمر بنتقل عندك بتصير الأجواء إيجابية ودعملة إلك بتعوذ كل الأمور اللي تراجعت في الأيام الماضية يعني بتصير الأجواء لمصلحتك برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك هذا اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وممكن تتاح لك فرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو حاول أنك تظهر انفتاح واهتمام ولكن بدك تدير بالك من لسانك وانتقاداتك وتدخلك في شؤون الآخرين عشان ما يصير مكاسبك تصير خسارة بالنسبة لإلك برج القوس يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أهم إشي إنك تكون عند حسن الظن بك اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العذائية وحاذر من الحوادث طبعا وجود القمر في بيتك العاشر يعني بيت السمعة فأهم إشي بدك تحافظ على سمعتك حاول إنك ما تختلق أي مشكلة لأنه الفترة هاي أنت تحت المجهر برج الجدي بتنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ولا سمية ما لبعيدة ممكن تشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة اليوم ممكن تتلقى إشارة إيجابية لأمر طال انتظاره وهاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف حاول تستغل الفرصة في هذا اليوم لكثير من الأمور اللي إحنا ذكرناها لأنه الفرصة لا تعود برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكو تخففوا من النفقات قدر المستطاع أطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وأمور أو مشاكل عائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل وخصوصا التفاصيل الدقيقة يعني بدك تكون دقيق ولماح عشان أنت ما تضيع الفرص عليك خلال هذا اليوم لأنه الاهتمامات تقريبا كلها تعتمد على الشراكة وعلى الأموال المشتركة برج الحوت طبعا اليوم بما أنه القمر بالعذراء يعني مقابلكم تماما هذا يوم مناسب من جهة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو أمور إلها علاقة بالشراكات إجمالا ولكن أنه يعني الشراكات طبعا عشان قبل ما ندخل ولكن الشراكات اللي هي زي خطبة زواج توقيع عقد عقود تجارية هاي كلها أمور إلها علاقة بالشراكة ولكن الجهة السلبية من هذه الأمور أنه الطاقة بتكون ضعيفة فعشان هيك بدك تحاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي كان ممكن تواجه قصم شرس بالفترة هاي وممكن تشتد المنافسة بينكم أهم إيش إنك ما تخالف القوانين عشان ما تدهن هاي أهم نقطة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء